يتجمعون يوميا على هذا الحال في رحلة البحث عن ماء الشرب يعتمدون على براميل المعدن التي وضبوها للماء أو ما يعرف لدى سكان مشتد كدية الصيد ببلدية لد حملة في وليت أم البواقي بيئة طونو هكذا يتنقلون فراد وجمعت على بعد حوالى ثلاثة كيلومترات لجلب الماء الصالح للشرب هي طريقتهم الخاصة للتزود بالماء الماء احنا هذا الشاط وتعنا ثمة وما نشربوش نمشي وزوج كيلو بالبهاي ما كتوف هذا ما كان نطلبون من السلطات المعنية الدخل في الأمر تعديد ديرنا حل واش نقول لك نتمنى من الولي وليت أم البواقي يحضر ويجي لنا للمنطقة هذه تعنا يشوف هذه المعاناة اللي يرانا نعانيه فيها وضعية عالقة منذ سنوات يقول المواطنون كلما تفاقمت مشكلة نقص التزود بمياه الشربي التي تضرب بأطنابها خاصة خلال ممسم الحر راح ننسوف ريو هكتشوف فيها ثلاثة كيلو باش نجيبوا قطرة الماء هذي في ماء راح تكفيها هذه القطرة في السخانة هذي هي تشتاكي الصيف كير خريف يوميا هكذا مالقينا راح نخدم على روحنا والله دركها القطرة الماء هذي هكتشوف كاين طوانا كاينين الأحميران واحد مشوه راح تربها كيلو ولي ما عندوش تسمى هذ ما هذي 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 نخدم به هذي نجيبه بالماء الريزو تحمهو ما في الخزان راهو مرتفع يعني بش يلحقهم الماء هو ما لازم نغلقو حنا على الريزو تحمهو تحمهو احنا عندنا مشتروع تحم فوراج جديد راح نحفرناه الحمدول اللي لقينا الماء ورانا قولنا لمجمعه اصبروا اندي بانيو هكذا حتى نريو جدله هذا الفوراج ورانا نديرو له تجهيز تحمهو وان شاء الله ندقوكم حل ونوصلوكم حتى من الفوراج هذا وانتهنا والمشكلة تحمه نهائية نحن منواجبنا نوصلو للمال المواطنين كامل أزمة حدة تبحث عن حلول بديلة عن هذا الوضع الراهني الذي يؤرق السكان العطشة في مشتد كودية الصيد ببلدية ولد حملة فهل من تدخل يضع حدا لهذه المعاناة على الدوام